في الحديث أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها فما معنى هبة المرأة نفسها لرجل؟ وهل هذا جائز لعامة المسلمين؟ المراد بهبة المرأة نفسها لرجل هو أن يتزوجها لكن من غير مهر وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد من أمته قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قال الباجي رحمه الله لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر لغير النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في ذلك قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فأخبر تعالى أن ذلك خالص للنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر المؤمنين فلا يحل ذلك لغيره فإنه لما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رجل آخر نكاحها لم يجعل له إلى ذلك سبيلا دون صداق مع حاجة الرجل وفقره وعدم ما يصدقها إياه حتى أنكحه إياها بما معه من القرآن ولو جاز أن يخلو نكاح غير النبي صلى الله عليه وسلم من عوض لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع شدة الفقر والحاجة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر